بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design بنستكمل معنى Spring Design وبنتكلم على The End Connections for Compression Helical Springs The End Connections for Compression Helical Springs are suitably formed in order to apply the load ده معنى الكلام ده ايه؟ معنى انه هو تجهيز النهايات الخاصة بالSpring بحيث انه هي تعمل Carry لللود بحيث انه هي تقدر تشيل اللود تجهيز النهايات هنا اما اول نوع عندي اللي هو Plane Ends النوع الثاني اللي هو Ground Ends وبلاحظ هنا المسطح اللي بيتم التحميل عليه والنوع اللي بعد كده Square Ends وال Final Square and Ground Ends يبقى المقصود بيها تجهيز النهايات لاستقبال الحمل طيب ال End Connections for Tension Helical Spring لليايات المخصصة للشد او تجهيز النهايات المخصصة للشد بتزود بهوكس او خطفات زي الشكل اللي قدامنا ده من النحيتين خطاف من هنا وخطاف من هنا طبعا بينشا عندي هنا ما يسمى ب ال Stress Concentration او تركيز الاجهادات يبقى وهي اساسا Compression Spring احنا عارفين الياي اللي قدامنا ده ياي مجهز لحمل الشد من الهوك ده ومن الهوك ده بيطبق عليه حمل شد اما الشكل اللي قدامنا ده اللي احنا شايفينه هنا ده Compression Spring ياي مجهز للضغط لكنه عن طريق الآلية اللي موضوع فيها هنلاحظ ان البليت ده ثابت الجزء ده بيتحرك الى اسفل والى اعلى بالطابع ولما طبق اللود هنا رغم ان هو هنا كده حمل شد الا ان هو بيسبب انضغاط في ال Spring او الياي نكتفي بهذا القدر وهنستكمل في الدرس القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة